وبهذه المصائب يحصل اختبار العباد والتمييز بين أهل الصبر وأهل الجزاء قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون إن الشدائد مهما عظمت فإنها لا تدوم ورحمة الله أوسى وفرجه أقرب وقد وعد الله بالفرج والتيسير قال تعالى فإن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرى وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهذه المصائب تفتح أبواب طاعة الله تعالى بالتضرع إليه في دفعها قبل وقوعها وفي فعل الأسباب المؤدية لرفعها بعد حصولها وقد جاءت الشريعة الإسلامية المباركة بعدد من الإجراءات المعدية إلى ذلك فقد جاءت التوجيهات الإلهية للتعامل مع المصائب والمشكلات المالية والاقتصادية بما يحقق رغض العيش للخلق فمن ذلك أن الشريعة الإسلامية رغبت في الاكتساب والإنتاج ومجاولة الأعمال وحثت على التجارة وجعلت الأصل في البيوع الحل والجواز وحرمت الربا والغشة والخداع وأمرت باحترام الأموال العامة واحترام الأموال الخاصة وأمرت بالوفاء بالعهود وبالالتزامات ونظمت التعاون والتبادل التجاري وأمرت بسداد الديون وتوثيق الحقوق وحذَّرت من الإسراف وفرض دفع الزكاة للفقراء والمساكين ورغبت في الصدقات لا سيما أيام الشدة والبلاء قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وقال تعالى وأحلَّ الله البيع وحرَّم الربا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم وقال تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم وقال تعالى وأوفوا الكيل والميزان وقال تعالى عن جنة أُعدَّت للمُتَّقين الذين يُنفِقون في السرَّاء والضَّرَّاء تركوا في القناة